السلام عليكم أيها الأصدقاء وأهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وكالعادة على قناتكم جيمز فارك أتمنى أن تكونوا دائما إن شاء الله بأفضل الأحوال وفي فيديو اليوم سوف نتعرف على خمس خطات جديدة تمت إضافته وبعدها للتحديد الرائع صراحة تحديد جيد وجهت معه العديد والعديد من الهدايا وكذلك أحداث التي سوف نحصل ملع على خمسين كوينز وكذلك حدث يعني الخاص بالباقجات يعني هناك الباقج نجوم أسبوع ويعني أساطير يعني فارق يوفينتوس والعديد من الأحداث الجديدة والهدائي التي استلمتمها جميعكم يا أصدقاء وإذلك في فيديونا سوف نتعرف على الخطط الخمس التي تمت إضافته والتعديل عليها يا أصدقاء يعني صراحة هناك خطط جديدة رائعة اليوم ولذلك يا أصدقاء قبل الدخول في هذا الفيديو المرجع من أي شخص يشاهدوني الآن أنا أضغط على زر لايك في زر لايك وبين المرجع كذلك اشترك في القناة إذا كنت تشاهدوني الأول مرة وتفعيل زر الزرس ثم ترك تعليق محفزني يا صديقي والآن سوف نتعرف على أربع خطة خاصة بفرق عادية وخطة واحدة خاصة بمنتخب ونقول بسم الله ونضغط على أكسترا ثم ونقوم بالذهاب أول مرة يعني إلى قارة أوروبا ونقوم بالذهاب إلى الدوري الإنجليزي ونحصل على خطة فريق مانشستر سيت يوميشيد من مانشستر بي هو الفريق الذي سوف نحصل منها على أول خطة ونقوم بالرجوع الآن أصدقاء ونقوم بالعودة ونضغط على جيم بلان ثم بعد ذلك أقوم فقط بالتغيير هنا أقوم بالذهاب إلى هذه الخطة مثلا هنا ثم بعد ذلك سوف أقوم بالرجوع ونقوم بالضغط على المدرب ثم تظهر معنا هذه الخطة الرائعة نقوم فقط بالتعديل على هذه الخطة نقوم بإضافة يعني مدفع قلب دفاع هنا مثلا والآن تصبح معنا هذه الخطة كما تشاهدنا هذا اللاعب الذي شرحناه في الفيديو الصابق فهو يصلح يعني لعبك SMF كما تشاهدنا وكذلك لعبك دائما صراحة اللاعب متميز ممكن لكم الاعتماد عليه لكن أنا الآن سوف أقوم بالاعتماد على اللاعبين آخرين نقوم مثلا بجلب أي لاعب يلعب في مركز يعني المهاجم الثاني هنا لك العديد من اللاعبين الذين يصلحون لهذا المركز مثلا سوف أقوم بالجلب مثلا هنا وأقوم كذلك بإدخال ليفاندوسكي في المكان الثاني كما تشاهدون يعني كمهاجم ثاني نقوم بإضافة ليفاندوسكي هنا وتصبح معنى هذه الخطة كما تشاهدوني أصدقاء أقوم فقط بجلب لاعب وأضعه في مكان الـ RMF نرى أي لاعب مثلا الذي أنا في مركز RMF مثلا سوف يكون جيد في هذا المركز وتصبح الخطة ثلاثة أربعة ثلاثة هؤلاء اللاعبين كما تشاهدون يعني مهاجم ثاني هنا وكذلك هنا مهاجم ثاني لا تستطيع تغيير مراكسهم وكذلك هالاند في مركز رأس الحربة كنت استطيع تحويله إلى مهاجم وهم إذا كنت لا تريد اللاعب بمهاجم صريح يبقى عليك يعني لاعب الـ RMF و RMF يصنينتا الهجوم والدفاع ويمكنك لاعب مثلا هنا بإثنان يعني في مركز كما تشاهد يعني إذا كنت خائف يعني من الدفاع الآن كنت لعب متخوف قليلًا من الدفاع يمكنك الاعتماد على يعني إثنان لاعب في مركز وتبقى الخطة ثلاثة إثنان إثنان ثلاثة يعني ثلاثة مدافعين إثنان في مركز الأرتكاز واأة يعني في الجانب هناК и RMF وثلاثة فعل هجوم اثنان يعني مهاجمين واهبيين ومهاجم صالح وهذه الخطة مناسبة للعب على الأطراف مناسبة للهجمات السريعة وكذلك مناسبة للستايل الاستحواد وهي خطة متميزة لكن فقط تلعب بشلتة مدافع رغم أن فاتي سوف يساند الهجوم ويساند كذلك الدفاع ونفس الشيء بالنسبة لفريمبونغ وحتى يعني لاعبين سوف يكون لهم أدوار دفاعي خاصة إذا كان مثلا لديك كيميت وكازاميرو فسوف تكون الخطة جيدة معكم الآن أصدقالي ننتقل إلى الخطة التانية بسرعة حتى لا أطيل عليكم نقوم مرة أخرى بالعودة نقوم بالضغط على هنا ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على والخطة التانية كذلك معنا من نقوم بالضغط على ونقوم بالنزول هنا ونقوم بالضغط على فارق نقوم بالعودة مرة أخرى ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على فوتبول وورد ثم نضغط على الخطة هنا نضغط على المدرب بعد ذلك والان اصدقاء نقوم نضغط على وتظهر معنا الخطة كما تشيدون صراحة خطة رائعة وهي تقريبا مشابهة لخطة مانشستر سيتي اللي انه في هذه الخطة لا تلعب يعني بلاعبين هنا بلتلعب على الاطراف ما يعني ان هذه الخطة سوف تكون مناسبة وجيدة لجميع الاشخاص الذين يريدون اللاعب على الاطراف ويمكنك اللاعب بمهاجم تاني هنا يعني او تلعب بلاعب ال اف يعني حسب اختياراتك مثلا انا اقوم بجلب فاتي هناك في مركز ال ال وتبقى يعني صون في مكا الام اف وتبقى الخطة هكذا ثلاثة اربعة ثلاثة ويمكنك كذلك يعني اللاعب بمرة اخرى باتنان يعني في مركز اا ال ام اف وتبقى الخطة ثلاثة اثنان اثنان ثلاثة نفس الخطة الاولى فقط هنا تلعب على الاطراف مما يعني finances الخطة سوف تكون مناسب للاعب اللاعب على الاطراف بشكل افضل من الخطة الصابقة كذلك الهجمات المرتدة وحتى يعني الاستعواد فهذه الخطة هي جيدة لجميع الاشخاص الذين يلعبون بهاته والان مع الخطة الثالث هي اصدقاء يعني انا احاول ان اشرح باختصار حتى ليكون الفيديو طويل جدا عليكم ويعني اي خطة عجبتكم وكان لديكم اي تساؤل حولها فقط وتركوه في تعليق وسوف اجيب الجميع بالتفصيل الان ومع الخطة الثالثة ونقوم الان بالذهاب ونتعرف على الخطة الثالثة الخاصة بالمنتخب ثم نعود يعني الى اه الفعر. الان نضغط على منتخب البرغوي من امريكا الجنوبية ويعني هذه الخطة الثالثة معنا في هذا الفيديو نقوم بالرجوع ونضغط على ثم المدرب هنا وتدار معنا الخطة كما تستطيعون هذه هي الخطة التي سوف نعتمد عليها في هذا اه الصح كما تستطيعون يعني صراحة الخطة مميزة وجيدة لجميع الاشخاص الذين يعني يلعبون بهذا الصيل فهذه الخطة سوف تكون مناسبة لكم يا اصدقاء ننتظر فقط حتى اقوم بالتعديل على التشكيل اقوم باضافة كل لاعب في مركزه نرى يعني اللاعبين الذين سوف يكونون يعني مناسبين لنا في جميع المراكز مثلا انا اقوم بجلب اي لاعب هنا يلعب في مركز البي كما تشاهدون هذا اللاعب هنا كذلك اقوم بجلب اللاعب جواو كانسلو اقوم باضافة كذلك الى التشكيل او اقوم بتال اضافة اه ترينج الكسندران نود يعني فقط للشرح انا شخصيا اعتمد على هذا اللاعب هنا بلايند واعتمد هنا على اه جواو كانسلو المهمة هذه هي الخطة كما تشاهدوني اصدقاء صراحة خطة مميزة يمكنك اللاعب فيها باثنين رأس حربة ولعب ايم اف يعني كما تشاهدون يمكنك تحول هذا اللاعب الى ايم اف وانا شخصيا افضل ان تلعب هنا بلاعب ايم اف وهذا اللاعب هنا دي ام اف والام اف ار ايم اف واثنين رأس حربة يعني بدون مهاجم مهمة وتبقى الخطة هكذا اربعة واحد ثلاثة اتنان خطة محترمة وجيدة ومناسبة كذلك للاعب الاستحواذ والهجمات المرتدة وحتى لعب على الاطراف لكن ليس مثل الخطة السابقة الخاصة بفارق باير ليفر كوزن يعني هذه الخطة تقريبا نفس خطة يعني اه مانشستر سيتي مع عد انك تلعب اربعة مدافعين ويعني اللاعبين هنا يعني لديهم توزيع مختلف بعض الشيء لكن تبقى هذه الخطة يعني نفس السايلات اللاعب الخاصة بفارق مانشستر سيتي وانمها الخطة الرابعية اصدقاء في هذا الفيديو نقوم بالعودة وبعد ذلك نقوم بالضغط على اكسترا نضغط اكسترا هنا تمويز الانفرميشن دريم ويعني هذين الفريقين الذين سوف نتعرف عليهم من اخر فريقين في هذا الفيديو ويعني من نفس الدولة نقوم بالضغط على اسيا هنا كما تشاهدون وميجي ياسودا جيتو ليك وبعد ذلك نضغط على هذا الفريق هنا هنا يصدقاء بعد ذلك نضغط على بعد ثم بعد مرة اخرى ونقوم بالرجوع نضغط على ثم هكذا ثم نضغط على المدرب هنا ثم وتدار معنا الخطة صراحة خطة رائعة وجيدة يعني هذه الخطة تلعب كذلك بلاعب واحد في الارتكاز ثلاثة مدفعين نقوم باضافة اي مدافع مثلا لدينا هنا فئة تشكيلة من اجل الشرح نرى مثلا لساندرو مارتينيز يعني صراحة اول مدافع سوف اجده هنا سوف اضيفه وهذا اللاعب اللي حصلت عليه من نجوم الاسبع صراحة اقوم بتجربتي من قبل انا اعتمد على اه فانديك وكل بالي في الدفاع اقوم مثلا بجلب اه هذا اللاعب هنا ثم اقوم باضافة في مركزي وارى اي لاعب يعني يصلح في مركز الار ام اف اقوم باذا يعني في مركز الار ام اف عفوا نقوم باضافة مثلا صون هنا ثم ذلك اقوم بالتعديل هنا نقوم باضافة مثلا ليفاندوسكي في مركز رأس الحربة مع هالندو اقوم باضافة ميسي في مركز الار ام اف وتبقى معنا الخطة تلاتة واحد اربعة اثنان. يعني صراحة الخطة مميزة هو خطة اربعة اثنان اربعة. يعني مثل هذه الخطة ما على ان هذه الخطة تلعب بجلدات مدافعين. مثلا لو كان هذا الارتكاز هنا 보니까 يعني تصبح الخطة تقريبا مع خطة اربعة اثنان اربعة. وهي خطة هجومية. هذه الخطة. خطة هجومية. مثلا اذا كنت تحتاج الى الفوز في مباراة. يعني حتى لا يهم ان تتلقى الاهداف. المهم هو انت فوز في فهذه الخطة سوف تكون مناسب لك. يعني هذه الخطة هجومية مئة بالمئة. وهي مناسبة للهجمات المرتدة السريعة كما تشاهدون. فهذه الخطة لهجمات المرتدة السريعة. ويمكنك استعماله كذلك في اللاعب على الاطراف. وكذلك يعني الاستحواذ ليس افضل شيء. الاستحواذ يمكنك استعماله هنا في الهجوم. لان كما تشاهدون الهجوم. يعني في الصنف الهجوم في هذه الخطة مميزة في الاستحواذ نظرا لتوفرك على عدد كبير من المهاجمين. هو تقارب يعني الفطوط في الوجوم لكن دفاعيا ليست افضل شيء لذلك اذا هذه الخطة استعملها فقط اذا كنت تريد الفوز في المباراة التي كمباراة مهمة وتريد الفوز فيها فهذه الخطة سوف تكون مناسبة لك والان يا اصدقاء ننتقل ونقوم بالرجوع ونقوم بتعرف على اخر خطة معنا في هذا الفيديو وهي من نفس هذا الدوري نقوم تغطي على هنا يزور ثم هنا بعد ذلك سوف نقوم تغطي على اسيا ثم نفس الدوري وندغط على هذا الفريق هنا كما تشاهدون وننطي ديو ياما قاطع بعد ذلك نضغط على بعد ثم بعد مرة اخرى ثم سوف نضغط على يعني هذه الاشياء الصفحة واضحة يا اصدقاء نقوم بالضغط على المدرب هنا ثم وتظهر معنا هذه الخطة اربعة اثنان ثلاثة واحد حتى ان هذه الخطة قمت كذلك بتجربتيك تقريبا جميع الخطت التي اشرحها اقوم بتجربتها قبل الشرحة وتقديمها لكم اصدقاء حتى يعني اتأكد ان هذه الخطط جيدة واتأكد يعني من جميع السطايلات اللاعب بجميع الخطت نقوم بالتعديل هنا على هذه التشكيلة اقوم باضافة جو كانسيلو هنا وتبقى يعني الخطة مثلا نقوم باضافة ميسي في مركز ايم اف بعد ذلك اقوم باضافة هذا اللاعب في مركز السيم اف ليس دي ام اف يعني هذه تبقى اختياراتكم انا فقط اقوم باضافتي في مركز السيم اف لكن افضل افضل صراحة اذا كنت تريد الاعتماد على هذه الخطة ان تلعب بلاعبين هنا اه دي ام اف وليس سيم اف بالاضافة يعني الى لاعب ايم اف يعني تعتمد على لاعبي ارشيكاس دي ام اف اربعة مدافعين ثم ايم اف واللاعب ار ام اف الام اف ورأس حربه وتبقى الفطة اربعة اثنان ثلاثة واحد مناسبة كذلك اللاعب على الاطراف وكذلك الهجمات المرتدة يعني في الكراسة الطاويلة ليس هجمات المرتدة السريعة يعني اه مثلا اذا كان لديك لاعبين سريعين على الاطراف جرب ان تلعب على يعني اللاعب الهجمات المرتدة السريعة كذلك الاستحواذ فهو مناسب لهذه الخطة يعني ثلاثة لاعب مهمة ويفقى اهم لاعب هو الهجمات المرتدة صراحة يعني استحواذ هو جيد لكن هجمات المرتدة انا شخصيا مفضل الهجمات المرتدة اذا هذه كانت خمس خطط الخاصة باليوم بعد تحديث اصدقاء اتمنى ان تعجبكم هذه الخطط وان تستفيدوا منها واذا اعجبتكم اي خطة قلوا لي في التعليقات عن ما هي الخطة التي اعجبتكم وقمتم بتجربتها وعيوب ومميزات كل خطة والى هنا ينتهي فيديو اليوم اراكم في فيديو قادم ان شاء الله وادعم